تصعيد جديد تشنه ميليشيا الحوثي ضد المختطفين بسجن الأمن السياسي بصنعها رابطة أمهات المختطفين في بيان لها كشفت عن قيام ميليشيا الحوثي بمنع الطعام والدواء عن المختطفين منذ أسبوعين بل وعاقبت كل مختطف مريض يطالب بدوائه بتقييده بالسلاسل وكل من يطالب بإسعاف زميله المريض يتعرض للتعذيب كذلك البيان طالب أيضا مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء والصليب الأحمر بزيارة سجن الأمن السياسي والعمل على تمكين المختطفين من حقوقهم الإنسانية والضغط على الحوثيين من أجل الإفراج عنهم دون قيد أو شرط بين البرد والأمراض الجلدية وخطر وباء الكوليرا يعيش المختطفون في سجون الحوثي وعندما تأتي الأمهات لرؤية أولادهن ينالهن الكثير من الأذى والإهانة صالح غياث والد المختطفين خالد ومنصور غياث ظل ثلاث سنوات وهو بانتظار الإفراج عن ولديه لكن روحه أنهكت وفارق الحياة قبل أن يستطع احتضان أبنائه خارج القطبان قصص مأساوية تحدث للمختطفين داخل السجون بينما يعيش أهاليهم خارجها عذابات لا تقل ألما عما يحدث لأبنائهم في الداخل الأهالي الذين عاشوا لحظات تفاؤل كبير حين أعلن عن اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين في سياق تفاهمات السويد أواخر العام الماضي قرابة أربعة أشهر منذ اتفاق السويد فشلت خلالها الأمم المتحدة في الضغط على الحوثيين لإتمام صفقات التبادل وتبخرت تلك الفرحة التي حلم بها أهالي المختطفين على مدى شهور طويلة ورغم فشل صفقة التبادل إلا أن المبعوثة الأممية مارتين جريفث لم يحمل المسؤولية الطرف المسؤول عن افشال الصفقة لا أمام مجلس الأمن ولا أمام الشعب اليمني وأهالي المختطفين وهو الأمر الذي يثير علامات استفهام إزاء الدور الأممي في اليمن خصوصا وأن بقية بنود اتفاق السويد هي الأخرى لم تجد طريقها نحو التنفيذ وضع المختطفين في سجون الإمارات بعدا ليس أفضل حالا عن صنع فقد كشف بيان رابطة أمهات المختطفين بعدا عن منع أهالي المختطفين من زيارة أبنائهم في سجن بير أحمد وقيام المسؤولين عن السجن بالاعتداء على الأمهات وإشهار السلاح عليهم اليوم عيدي عيدي برؤية أبني أشوف أبني أبني للحرم تمنى ثلاث سنوات مقفي ولا داري إيش مصيرة يا عبد الربة أمهات المختطفين حملنا وزير الداخلية أحمد الميسري مسؤولية ما يتعرضن له وطالبنا بسرعة الإفراج عن أولادهن من السجون التي سبق وأن أنكر نائب الوزير وجودها في عدن أمهات المتحدة في عدن وطالبنا بسرعة الإفراج عن أولادهن من السجون وطالبنا بسرعة الإفراج عن أولادهن من السجون